ربما لم تحن الفرصة بعد ولم يتيسر لبعض الناس القيام بهذه الشعيرة العظيمة لكن الشرع الشريف دائما يحرص على أنه يوفر المنح والعطاية اللي يحصل بيها المسلم الأجر الجزيل والثواب الكبير ويكون بذلك شارك هؤلاء الحجيج في شيء من عباداتهم من حيث الحرص على الطاعات والبعد عن المعاصي فإذا كان الحجيج الآن ها هم الآن منشغلون بأداء مناسكهم هم الآن يؤدون الركن الأعظم من أركان الحج ها هم الآن يؤدون الركن الأعظم من أركان الحج فإن كذلك المقيمين في بلادهم أمامهم من أعمال الخير والبر الكثير والكثير ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ولعل المقصود الحقيقة من التنبيه على تلك الكلمات الطيبات والأذكار المباركات التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد تنبيه سدن رسول الله عليه الصلاة والسلام على تلك الكلمات الطيبات والأذكار المباركات ليكثر العبد من ذكر ربه في هذه الأيام والليالي الشريف وبخاصة في يوم عرف فإذا كانت تلبية الله تعالى من الحجيج عند الحرم والوقوف بعرفة وغير ذلك مما يقوم به الحجيج في حج البيت شيء يرضاه المولى سبحانه وتعالى ويحبه جل جلاله وهو من أجل العبادات وبها تغفر الذنوب فكذلك الأذكار الأذكار التي حس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أفضل الكلام وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى وبها يرضي العبد ربه لأن الذكر عبادة يسيرة يستطيع الإنسان أن يستحبها في كل وقت ليل نهار وهو على فراشي وهو جالس وهو قائم وهو يسير في كل وقت وحيد والإكثار من الذكر مطلوب على كل حال لكن في تلك الأيام والليالي الشريفة وعلى وجه الخصوص الآن فيما تبقى من يوم عرفة في يوم عرفة وما تبقى فيه في هذا اليوم العظيم فإذا كان الحجاج هناك يلبون لبيك اللهم لبيك فعلينا نحن ونحن في بلادنا بكثرة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير